هذه الخلطة بنات خلطة رائعة وصفة رائعة بزاف الوجه يعني بالنسبة لهذه المكونات ربعية المكونات فيها يعني رائع جداً الوجه و ستجربها ان شاء الله ستشوفوا يعني الفرق الوجه كي كانوا وكي غايولي فيها ربعية المكونات وربعية المكونات مجموعين يعني عندهم خصائص رائع بالنسبة للبشرة منهم لبانت ذكر يعني تحيد لنا سميرة للبشرة يعني تتكون تتعرض من الأشياء للشمس ويحيد ذاك 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 الكحولية اللي تتكون هنا حدا الفم وتي يزيل يعني تحيد القشرة الميتة من الوجه وتلقي المسامة دي الوجه وما تيخليش تحب شباب يكون وبنسبة لكوكته هو يعني عندما نذكر لكم فوائد دير كل حاجة بنسبة لكوكته هو تيحيد لنا الخلايا الميتة من الجلد وتينضف لنا المسامة يعني من الداخل تينضفهم وما تيخليش يعني أوسخ التراكم في البشرة يعني ما تيخليش تيو اللي بحل واحد الحاجز تيغي يكون ما تيخليش الأوسخ التراكم على البشرة وتيحيد يعني ذاك الاسميرال التي تيكون دي الأشياء الشمس وبنسبة للحليب وتيرطب البشرة يعني الكوك تيرطب البشرة وتعطى واحد نظار واحد لمعنزوين وكين الناس تيستعملوا تيحيدوا به الماكياج وبنسبة الحليب المجفف أو حليب البودرة فهو تيحيدين التجاعد يعني تيقضاع التجاعد تيرطب البشرة هي بيض يعني يعني بالتدقيق والعناص التي تتكونوا منها المهم هاد الخلطة ضروري مخاسكم تجربوها ضروري مخاسكم تجربوها لأنها وصفة رائع السلام عليكم السلام عليكم البنات كديرين لابس عليكم ومرحبا بكم اليوم معي فيديو جديد على القناة وصفة جديدة وصفة رائعة لبنات رائعة ان شاء الله سيتجربوها سيتعجبكم وصفة فيها 4 المكونات فقط و 4 المكونات كلهم قاعدنا في الدار يعني لا يحتاجون من خرجوه واحد المكونات لم يكن يقدر لا يكون ولكن الأغلبية يدبه والمهم هاد المكونات يقدر لا يكون عندك ممكن تتلقيه بالنسبة للناس اللي في الغربار يكون في أمازون يعني ممكن تأخذي من أمازون اللي لم يكن من المغرب ولا هذا اللي هو اللبان الذكر ولكن الأغلبية والتي استعملوه والأغلبية عارف المنافع دياله والفوائد دياله يعني الصحة والجامل يعني اللبان الذكر وبنسبة للناس اللي تعاوني ومن بعض الأمراض يعني كي يشربوه واللتنس حتى اللي مكي يعنيش يعني راتي ياخدوه اللي هو اللبان الذكر المهم انتمنا الوصفة دياليوم تنال الإعجاب ديالكم وغاديمشون ونوجدون نكتشفوا لعنا صلي فيها ومسك اليوم يعني ضروري ما خاصكم لكم البنت يعني المسكة ديالي في الحقيقة تستحق تجربة ومسكة يعني واحد الأخت المسارية قالت ايا في الفيديو لديا زرعت القيتان ذراعت القيتان بدنا احنا رخيصا قالت كل غالية في مصر قالت كل غالية عندهم ولكننا نحنا في المغرب يعني رخيصة وهنا في أيضة يعني ما غالية بالنسبة لي قالت لي واحد الأخت اخر صديقة ديالي يعني صديقة ديالة شافوا الوصفة بغوا يجربوه لكن مشاوا عند العطار قالوا لي وروا لي الفيديو ولم أعرف المهم قلت إيارة قال لي هومد هذا المكون غالي يعني يا زرائي الكتند نحن نخيصة لا أعرف شي لك أنت غالية في ميصر الله أعلم المهم أنا يعني نحاول ندير ذلك الشيء اللي كان في الدار يعني كي ما عندي أنا يقدر يكون عند أي وحدة يعني في أي بيت ونتمنوا الله ما يحش منه وصفين نزلوا تعرفوا المكونات ونتلقوا سنناو والمهم يا البنات هنا عندو زل العناصر نشوفوا عناصر دي الوصفة عندي هنا أول حاجة عندي هنا البان البان الذكر البان مطحون وعندي هنا حليب غبرة حليب مجفف وعندي هنا الكوك جوز الهند وعندي هنا يغورت مسوس وعندي هناك مسوس المهم هذا يعني البان الذكر أنا نوريه لكم يعني باقي ما مطحونش كينا ما غاديش يعرفوه ولكن غير يسوغلو يسوغلو يعني العشاق قولي البان الذكر يعني غادي عطيه لك البان الذكر هو دي البنات ما مطحونش هنتموا وعندي هناك مسوس هو هذا أنا كنظم الأغلبية عارفين ولكن ما معرفوه هو هذا أنا خديته وطحنته في الطحانة هو هذا ومهم ما راه معروف سمشي لاندلع الشاب قال لي لبان الذكر يعني غايعطك لبان الذكر سناخده باسم الله ناخده منه معلقة مع مراش وناخده معلقة الحليب مجفف وناخده مع القدي الكوك جوز الهند بالنسبة للعناصر يعني أنا نضيع الكمية لما تكفيني ما تنبغيش نضيع الحاجة وتبقى يعني إذا كنتوا أكثر من شخص يعني ممكن تضعفوا الكمية ونضيع نخلطهم بأغرث مصوس أو لدانون مصوس وناخدت هذه الإناء يعني تتسد تسد 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 وتدار في تلاجة من الأحسن تكون حاجة تزاجة يعني تخلطه يعني يكون شيء إناء هنا سنتعرفوا على الفوائد كل العنصر يعني عادينا نبدأ بالعنصر الأول اللبان التكر ترفع الفوائد من فوائد اللبان التكر تقشير الخلايا الجلد الميت وتجديدها مما يساعد على تبيضها وتفتيحها يعالج البشرة من الإسمرار الذي يسببه التعرض المباشر لأشياء الشمس يعني بدون واقي النسل يتعرضون الشمس بدون واقي يساهم في تبيض المناطق الحساسة يعالج الإسوداد حول الفم والعينين يعني التلهلة السوداء رمزياً لهم يواحد لون البشرة مما يساعد على تبيضها و يخفف من التورم الناتج عن لدغ الحشرات وتسريع شفائية يعني في الصيف بحلقات يكون الحشرات كثيراً بعد خلط النوض وفي صباح تنقوا شيء قرصة أو هذا فهو تساعد لتخفيف التورم وتحيد القرصة كما تقول بالدريجة المغربية ومن دون ترفع لفوائد العنصر الثاني الكوك يقوم جاوز الهند بترتب البشرة والجلد يقلل من ظهور البقعة الدكنة على الوجه التي تكون نتيجة التعرض لأشعة الشمس يزيل الخلايا الميتة من الوجه يقلل من ظهور حب الشباب يحد من ظهور الأوسخ المتراكمة على الوجه يقلل نسبة الزيوت على الوجه يرطب الوجه ويجعله أكثر نعومة ونظارة من أهم فوائد الحليب هي قدرته على الترطيب كما أنه يغدي طبقة الجلد الداخلية بعمق ويرطب البشرة من الداخل والخارج تقشير الوجه وتخفيف حروق الشمس وتهديئة البشرة الحساسة وتبييد البشرة وتوحيد لونها يعني الحليب المجفف يعني مزيئة بشرة الحساسة يعني لا تجعلها تبقى هايجة يعني كنا نعرف البشرة الحساسة تتهيج من أبسط الأسباب ممكن تضرها يعني أبسط الأشياء ممكن تضرها فالحليب المجفف مزيئة بشرة وبالنسبة الناس لكي يحيروا يعني بشرة يستعملوا الحليب المجفف في الوصفات يعني بالنسبة للبشرة الحساسة على شكلها ضر وأي حاجة قبل ما تستعملوها وخا يعني مزيئة يقدر تكون بشرتك تتحسس من الحليب المجفف يعني استعملية هو الولفلي وبالنسبة الياغورت مزيئة مزيئة يعني فوائد يعني يعني ترطب لنا البشرة يعطى واحد النظارة تيبيضها تيوحد لون البشرة يعني مزيئة نحن في البنات هي الخلطة ضيئة نوجدها نضيفها لوجهنا هنا البنات سوف يتزيف لحقيقة العكافية كل شيء تكون مرتاحة يعني سوف يتزيف لكي لا تكون مرتاحة لديك نفس خادي لديك نفس خادي يعني و تيضيف يعني يعني الاحسن تحقيق بلخلط من تكون زربان هذا رخلط يعني تنضير تنضير عشوية كما تشوفوا معي و تنضير تنضير هنا تنقند و تنقند و ناقشرة في نفس الوقت كما تلكوا مصك و قوماش يعني في ذلك الكوكتي قشرين البشرة و تنقند و تنقند و تنرقز على الجهة التي تجمع فيها الدهون جهة الأنف و تنضير تلجبه سوف يعني تنطبق المصك بشكل عادي كما تشوفوا تنضيره لشكل من قوماش هذه الوصفة للبنات و تحضر و تنقند و تجرب و تحضر و تنقند حسنة و تنقند من نتيجة من نتيجة من نتيجة من نتيجة من نتيجة على حساب البشرة المهمة الماسك نخليه 20 دقيقة و نتلقى من بعد ينشف لنا الماسك نرى البشرة يشربت و أخليت و أخليت 20 دقيقة لأنني كنت سهلية و كنت رسيت رسيت صافي هنا يشرب البشرة و نبقى قليلا و البشرة يشربت كامل و صافي هنا تنغسلت بالماء بارد و نرى قليلا في الفيديو هنا سوف نرى في الفيديو سوف نرى قليلا صافي نرى النتيجة في كديرة و هنا ترطب بالمورتطيب كما نقول لكم ديمار و أي حاجة تفضلوا أنكم ترطبوا بها زيت أو هذا على الزيت كما نقول لكم كما نقول لكم بالنسبة لي أنا أرطب ذلك المورتطيب بيومي ديالي ليس ديمار أنا أحسب لك أنا مرة ترشق لي لي مرة أرشقش لي يعني كلها مرة صافي كرطب مورتطيب و نرى النتيجة كي تتبان يعني من أول استعمال تتبان لك الفرق من أول استعمال تتبان لك الفرق و دابة البنات من بعد ما غصلت من الوصفة و درت المورتطيب و لكن نتيجة روعة البنات والله إلا جيت أركن تغانش الآن نسألي الفيديو يعني في الوقت في انتا نغسل في الماسك و رطب ولكن قلت ضروري خاصة نجي نوريكم النتيجة روعة البنات والله إلا نتيجة تتحمق واحد الماسك اللي هو زوين و في نفس الوقت مقشر يعني ماسك و مقشر يعني تتضرب بعصفورين بحاجر بالنسبة للبنات اللي متي بغوش يديروا ماسك و مقشر فهذا ماسك و مقشر يعني ذاك الكوك جوز الهنت يقشرين التال وجه دياننا المهم هذا هو الماسك اليوم تمنيين الإجاب ديالكم و لا تنسونيش باللايكات باش نزيل نعطيكم مسكات و وصفة زوينين مسكات خرين هذا هو الماسك ديالنا دياليوم تمنيين الإجاب ديالكم و كما قلت لكم لا تنسونيش باللايك و في سلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله و إذا كنت اقترح خليولي إياه بالنسبة للبنات اللي بغوش يوصفون لها مهم غدي نبقى غدي بشوية بشوية خليولي التعليق و إن شاء الله غدي ندير وصفة شوية بشوية غدي ندير وصفات بسلام عليكم اشتركوا في القناة